طيب نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكية حينما تذهب إلى أرمينيا وتتحدث عن مسؤولية أذربيجان إذا اندلاع الاشتباكات الأخيرة التي أودت بحياة عشرات الجنود بماذا تعلق على هذه التصريحات وهذا الدعم الأمريكي لأرمينيا يعني أولا الخلاف الأذربيجاني والخلاف الأرميني هو ليس خلاف قومي أو حرب طائفية أو قومية هي حرب من أجل هناك أرض محتلة من قبل أرمينيا وهي لأذربيجان عندما يتم إعادة هذه الأرض إلى أصحابها دولة أذربيجان حتما أذربيجان ستتوقف عن قتال أرمينيا وحتما ستتوقف الحرب ولكن يبدو بأن كذلك هناك بعض دول العالم يريدون أن تكون في كل منطقة في العالم هناك حرب وهناك حالة من التوتر من يستفيد من ذلك هي الدول الكبرى التي تصنع السلاح الشركات التي تبيع السلاح سمأسرة بيع السلاح كل هؤلاء هم الذين يتحكمون بالحروب على مستوى سطح الكرة الأرضية ولذلك نحن نؤكد ونقول بأن إذا كانت أرمينيا لا تريد الحرب وأرمينيا إذا كانت ترفض الحرب فما عليها إلا إعادة الأرض المحتلة من قبلها لصالح أذربيجان وبذلك ستنتهي الحرب بين ترجمة نانسي قنقر